السلام عليكم فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد نوافيكم بالحصيلة النهائية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم الخميس 29 جوليا 2021 وهذا من حيث عدد الإصابات اليومية والوفيات وكذا حالات الشفاء فحسب ما أفاد به آخر تقرير لوزارة الصحة الجزائرية حول الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في الجزائر فقد سجلت الجزائر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية وكذا الوفيات وتم التسجيل أعلى حصيلة منذ بداية الوباء بالجزائر يوم أمس حيث فاقت 1900 إصابة بينما اليوم تم التسجيل 1537 إصابة مؤكدة جديدة وتماثل 807 حالة مصابة للشفاء إضافة إلى 28 حالة وفاة رحمها الله خلال 24 ساعة الأخيرة مع تواجد 37 حالة في العنية المركزة شفاهم الله جميعا